القمة الخليجية في دورتها الأولى بعد الأربعين حملت اسم الشيخ الصباح الأحمد والسلطان قابوس طيب الله ثرهما تقديرا وعرفانا لمسيرة الراحلين العطرة وسنوات تعطئهما في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية والقضايا الدولية والإنسانية القمة الخليجية توجت جهودا حثيثة قادتها الكويت وشهدت أيضا مسارا من المباحثات لتقريب وجهة النظر بين الأشقاء كما حظيت بإشادة خليجية وعربية وعالمية ثمن عاليا دور الكويت ودعمت جهودها في تحقيق المصالحة الخليجية تقرير مراسلنا موفق العرقان بعد ثلاث سنوات ونصف عجاف في مجلس التعاون الخليجي ومحاولات كبيرة لرأب الصدع بين قطر من جهة والسعودية والإمارات والبحرين والشقيقة مصر تخلى لها عدم وقوف الكويت مكتوفة الأيدي فخلاف الأخوة يجب أن يجبر والراحل سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لم تغمض له عين كيف للأشقاء أن يختلفوا وجال في خاطره كيف لكيان مجلس التعاون أن يتفكك لا سمح الله وصمم أن لا يسمح بذلك فالمعطيات موجودة لديه المكانة والخبرة الدبلوماسية والحنكة في التعامل مع الأزمات الشيخ صباح مدرسة سياسية المفترض أنها تدرس الأجيال القادمة العمل السياسي الذي قام فيه الشيخ صباح من دور جبار ليس عملية بسيطة أو سنوات بسيطة قيادة الشيخ صباح للملف السياسي لها هي التي خلت الكويت تمر بسلاسة حنا كمواطنين ما نحس في الأمور هذه لا شك الحمل كان ثقيل عليهم لكن محبتهم والشعب هم ما حسسونا بشي أنحنا يعني نكون قلقين للأمر لأنه في أيدي أمينة لما حدثت المشكلة الأخيرة داخل مستعاون فسيدة راح للأخوان في السعودية أخوان في غطر والأخوان في الإمارات فدائما نكرر مقولة كيان أنشيناه من 36 سنة أو 37 سنة نحافظ عليه الدول الخليجية الأربعة أغلقت منافذها البرية والجوية والبحرية مع قطر لتعتبر قطر هذه المحاولة تدخلا في سيادتها وقرارها المستقل في هذه الأثناء الكويت تراقب وأميرها الراحل يفكر بتأني مصرا على عدم التفرقة تحرق كويتي رغم تراجع الحالة الصحية للراحل أمير الإنسانية ومباحثات يمكن أن نصفها بالمثمرة رغم صعوبتها أكدت فيها الكويت على وجوب التزام كافة الأطراف بالتضامن والاستقرار الخليجي والعربي وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصب إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه الخير لشعوبهم وعكست أجواء التفاؤل في العديد من دول الخليج تجاه إنهاء الخلاف الخليجي الخليجي فيما عبرت أخرى عن ترقب حذر ومشروط الرابع من يناير الحالي بوادر الخير تتضح وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد الناصر يعلن عن بشارات تحمل عنوين الصلح فتح المعابر الجوية والبرية والبحرية بين السعودية وقطر قبيل انعقاد القمة الخليجية الحادية والأربعين في مدينة العلا والتي غيب الموت عنها عراب المصالحة الشيخ صباح الأحمد وبنان على اقتراح صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله فقد تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر اعتبارا من مساء هذا اليوم لتعقد اليوم ويتم التوقيع على بيان العلا الذي أكد على ضرورة التضامن والاستقرار الخليجي العربي وموفق العرقان اي تي في العدالة